أسلمت منذ القديم يعني من أوائل المسلمين وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة من رجل اسمه السكران ابن عمر بشراها ورؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه زوج لها قبل ذلك في المنام الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا علم أخواني الإنسان حينما يقرأ في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح في البداية صدره ويشعر بحجم كبير من السرور والسعادة كيف لا وهو يذكر سيرة وقصص أفضل خلق بعد الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مع الزوجة الثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابية سودا بنت زمعة فبعد أن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن السيدة خديجة رضي الله عنها وبأنها أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحفظنا وإياكم أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ اليوم بإذن الله تعالى الحديثة عن ثاني زوجة بالترتيب الزمن يعني الأولى خديجة فلما توفيت رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عقبها سودا بنت زمعة فاسمها سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القريشية أم المؤمنين هي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد خديجة وسكنت في بيت خديجة تمام؟ يعني باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكنوا بيت خديجة وإنما هذه رضي الله عنها سكنت بيدة خديجة لمكانتها والأفعال التي سوف نراها بإذن الله خلال الحديث إسلامها أسلمت منذ القديم يعني من أوائل المسلمين وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المرأة سوداء كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة من رجل اسمه السكران ابن عمر كيف اسمه؟ يعني ليست صفة قبيحة الآن هذه الكلمة كلمة قبيحة في وقتنا حينما يقال الرجل السكران هذا اسمه السكران ابن عمر هذا الرجل السكران ابن عمر له أخ مشهور في التاريخ يسمى سهيل ابن عمر فسهيل ابن عمر تلاحظ كثير يعني يقع في أسرى بدر الآن نتكلم عنه ولكن السكران ابن عمر مات قبل ذلك فلم يشهد هذه المشاهدة كلها هاجرت هذه الزوجة رضي الله عنها مع زوجها من زوجها؟ السكران ابن عمر تمام هاجرت مع زوجها السكران ابن عمر إلى الحبشة في الهجرة الثانية فلما قدم فلما رجع مات من هو السكران ابن عمر فمات وقيل لا مات في الحبشة فقيل مات في الحبشة وقيل مات في المكة على اختلافه في الروايات فلما حلت يعني فلما انقضت عدة وفاتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها له ثلاثة محاور المحور الأول بشراها ورؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه زوج لها قبل ذلك في المنام وهنا لا بد أن نقف إخواني مع قضية الأحلام والرؤى والمنامات وقفة بسيطة فيجب إخواني بالنسبة لنا نحن الآن أن نقف موقفة إنسان عاقل وإنسان مفكر مع قضية الأحلام لا نجعلها تشغل حيزا كبيرا من حياتنا ولا نهملها بل موقف وسط يعني لا نجعلها أفضل يعني كلما رأينا إنسان رأينا فيه الصلاح حسبنا فيه الصلاح نسأله عن الأحلام لا تجعل قضية عابرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشد بالنسبة للإنسان حينما يرأى الرؤية أو الحلم تمام؟ أن يقصها على من يثق به بعلمه وبدينه إذا كانت رؤية خير إذا كانت رؤية صالحة شعر بها الصلاح أحس بالسرور وبالسعادة حينما استيقظ يقصها على من يثق به حتى يؤويلها ويفسرها له أما إذا رأى رؤية أزعجته يعني أضغاث أحلام مثلا رأى اختلاط أحلام رأى كوابيس كما نقول نحن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل أخواني؟ يدفل عن يسار يدفل عن يسار بس بده يكون حذر إذا كانت الزوجة عن يسار فمشكلة تمام؟ فمشكلة إذا تفل والتفل إخواني هو عدم إخراج شيء من الفم فرح يصير فيه مشكلة إذا تفل عن يساره تمام؟ يكون حذر بهذا الموضوع إذا تفل عن يساره فلا يخرج شيء من فمه تمام؟ وإنما يدفل ويقول اللهم خير لنا اللهم خير لنا شر لغيرنا وبعد ذلك لا يقصها على أحد هذا بالنسبة للضؤيا وبالأحلام سأل بعض الإخوة أحد العلماء قال ما أفضل طريقة لتحقيق الأحلام؟ قال أن تستيقظ من نومك يعني مثلا فلان حلمه أن يصبح مهندس ما أفضل طريقة ليحقق هذا الحلم؟ أن يستيقظ من الحلم أن يبدأ فيعمل فيدرس فيشتهد فيحقق هذا الحلم أما طول ما هو نايم لا يحقق شيء تمام؟ فهذه سودة رضي الله عنها الذي أتنا بنا بالحديث أنها رأت في نومها رؤية فقصتها على زوجها رأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليها يمشي حتى وطئ يعني كانت قدمه فوق عنقها تمام؟ فأخبرت زوجها فقال إن صدقت رؤيتك فإني سأموت وتتزوجين برسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها؟ لها؟ سكران بن عمر زوجها فقالت هي بتأدبها وتعطفها واحترامها لزوجها قالت حجر وستر يعني كلام لا يتحقق إن شاء الله تبقى على حياتك تمام؟ ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ لماذا؟ لأنها من غير المعقول أنها تتمنى موت زوجها لتتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أول يوم اليوم الثاني ثم رأت في المنام أن قمرا انفاض عليها من السماء وهي مضطجعة نائما فأخبرت زوجها فقال لئن صدقت رؤيتك هذه المرة الثانية لم ألبث يسيرا حتى أموت فتتزوجين النبي صلى الله عليه وسلم فشكى هذا السكران زوجها من مرض ومريضة بعد ذلك وكان هذا المرض مرض الموت فماتت الآن حينما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده فكرة أو مشورة أو معلومة لزواجها شيخي هو السكران كان يعني نعوم للأحلام لا ولكن ربما قال كلاما عابرا يعني أعرف كيف أخي؟ ولكن لم يكن يعني في التاريخ لم يفبد أنه مؤول للأحلام أو للرؤى فالآن جاءت امرأة من العقلاء من الحكماء رأت حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت زوجته خديجة وخلفت له أولاد من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعم عبد الله فاطمة رقية أم كلثوم وزينب وعبد الله لا من خديجة تمام من خديجة هذه أولادها ماتت خديجة وقد خلفت له هذه الأولاد وكما تعلمون الرجل مهما كان يعني ليس هناك أفضل من الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقوم بشأن الأولاد بده يتزوج الآن لو طرح هذه الفكرة في حياتنا أنت واحد ما بتستحي بيقول له عيب عليك لسه مرتك ما نشفت رابط طيب شو سبب حاله؟ شو سبب حاله؟ عنده النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بنات وعنده ولدين من يربيهم؟ من يربيهم؟ ضرورة ضرورة عفوا لنبي صلى الله عليه وسلم عنده أربعة بنات لأن أولاد الذكور ماتوا قبل ذلك تمام؟ فمن يربي هؤلاء البنات؟ فجاءت إمرأة سبحان الله أخذت من اسمها نصيب من اسم أبيها اسمها خولة بنت حكيم السليمية إمرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك أن تتزواج؟ قال من من؟ قالت من من تشاء إن شئت ثيب وإن شئت بكر كما تريد قال البكر من؟ قالت بنت صديقك عائشة بنت الصديق فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر يعني عائشة وبكر وأربعة أولاد الموضوع يعني غير محتمل الآن قالت فمن الثيب؟ قال سودا قال من؟ قالت هذه المرأة سودا بنت زمعة فقال وكيف ذلك؟ قالت أنا أكلمها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة خولة بنت حكيم السليمية قالت أنا أكلمها صلى الله عليه وسلم يعني إذا عاشت إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي عمرها خديجة خمسة وعشرين سنة ولما ماتت كان عمرها أربعين يعني اثنين وأربعين سنة واحد وأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلميها فذهبت إليها فكلمتها فقالت سودا بنت زمعة بأدب حتى أقول لي أبي وإذا كنت ثيب يعني الآن ترى المآسي اثنين بيجوا لعندك على الجامع الشيخ اكتب لنا كتاب طب وين أبوك وين أخوك وين عمك وين وليك وإن كان الثيب يعني بعض العلماء قال لابد من وجود ولي لا يمكن أن يكون الزواج اثنين اتفقوا مع بعض ويجيوا عندك قالوا أنا ما عندي أوراق ما بعرف أكتب كتابات عفتوا كيف فليش الإنسان مثلا ما يكون متأدب بأداب الإسلام يعني رعاية للبنت وحفاظا لحقوقها وشهادة من وليها فقامت هذه السودا فكلمت أبيها فقال خير تصيبي يعني ممتاز هذا الوضع اللي بتحكي فيه انتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وتولت بعد ذلك تربية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن إنسان عنده على مستوى بسيط مثلا أحدنا تذهب زوجته مثلا للمشفى لأي عملين لا يمكن أن يذهب إلى العمل في ذلك اليوم مستحيل تمام فهذه رضي الله عنها سودا بن زمعة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم الآن أخوها كان ما يزال على الكفر على الشرك فحينما رجع وسمع بهذا الخبر أخذ بالتراب فوضعه على رأسه أنه شلون أنتو بتزوج محمد صلى الله عليه وسلم شلون بتزوج رجل هو يعني باعتقاده سبب المشاكل في قريش باعتقاده تمام فبعد أن أسلم هذا الرجل أخوها قال والله ما ندمت على فعل فعلته في حياتي أكثر ندما من ذلك اليوم الذي حثوت التراب فيه على رأسي هذه المرأة رضي الله عنها كانت فطنة كانت لماحة كانت عندها من الفطنة والذكاء ما يفتقده كثير من الرجال والنساء في هذا اليوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه اجتمعت حوله زوجاته قالوا يا رسول الله إذا قدر الله لك الموت صلى الله عليه وسلم إذا قدر الله لك الموت فمت من أسرعنا لحوقا بك قال أطوالكم ذراعة فجابوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل العصاية أو المتر وبلشوا يسوا إيديهم فمن طلع أكثر وحده السيدة السودة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المعنى ولكن قال قال أطوالكم ذراع يعني أكثركم صدقة هكذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فهمت السودة وسودة حققت المعنيين المعنى الظاهر والباطل فكانت أطولهم يدا وأطولهم صدقة بعد ذلك أحست بعد هذا الموقع أحست قبل ذلك بتسلسل تاريخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها أصبحت كبيرة في العمر وأصبحت حركتها بطيئة وقيامها وقعدها فوقفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إلى المسجد قالت يا رسول الله إذا أردت أن تطلقني فإني أهب يومي اليوم اللي بتجي لعندي في اليوم الذي هو من نصيبي أهب ذلك اليوم لعائشة خليها تأخذ عائشة ويسترد قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب لماذا ترفضين الطلاق قالت يا رسول الله ليحشر يوم القيامة مع أمهات المؤمنين لشدة ذكائها وفطنتها رضي الله لا أظن أقل من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأعمار أخي وضبط السنوات بتلاحظ في اختلاف بالتواريخ فما فيك ترتكز على ولكن أن ترى وفاتها متأخرة فعلى الغالب هي كانت أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم أو في جيل نفس الجيل من النبي صلى الله عليه وسلم تمام بعد ذلك أخواني نزل أو هناك موقفين يثبت صدقها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم والمستمين في غزوة بدر حينما النبي صلى الله عليه وسلم أسر من أسر من كفار مكة مرت هي فرأت في الأسر الرجل يسمى سهير بن عمر يكون هو أخو زوجها فبدأت بالكلام معهم كيف لك أن تؤثر لماذا لم تستم من هذا الكلام فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سوداء لماذا تتكلمين معه قالت يا رسل الله لم أملك نفسي حينما رأيته بالأسر وأعلموا شدة ذكائه وفطنته وحبه لماذا لم يستقدم هذا الذكاء للإيمان بالله تعالى بعد ذلك موقف آخر يثبت شدة ورعيها وخوفها على نفسها وتطبيق أوامر الله تعالى كما تعلمون إخواني سابقا قبل نزول آيات الحجاب يعني قبل نزول آيات الحجاب يعني ما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعدوا مع بعضهم هيك فري لا لا كان في حجب كان في سطار ولكن لم يكن هناك فرض من الله تعالى للتحجب لم يكن قد نزلت آيات الحجاب فكان يعني الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن والله هذه عائشة هذه مثلا سوداء هذه أم سلام ما يعرفونهم يعيشون معهم يعني كيف مثلا إخواني لو عاشين في قرية نحن فنعلم أن والله هذا البيت مثلا عنده أربعة بنات هذه زوجته نعرف بسبب القربة والعلاقة القروية التي بيننا فلما نزلت عائات الحجاب قام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين فلبسوا الحجاب يدنين عليهن من جلاب بهم فهذه سوداء رضي الله عنه كانت مرأة جسيمة يعني ناصحة سمينة شوي ممتلئة فلبست الحجاب وخرجت فرأها عمر قال أنت سوداء شو استفتنا من الحجاب قال أنت سوداء فحينما سمعت هذا الكلام طيب رأت في عقلها طيب أنا لم أحقق كلام الله فرجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا أصنع بنفسي أنا مرأة جسيمة ولبست الحجاب وخرجت لقضاء بعض حاجتي ورآني عمر فعرفني ماذا أفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ذلك الموقف وفي يده عرق يعني عمياك لحمه عرق سمين لحمه عمياك تمام في يده العرق وهو يسمع وشعر الصحابة ومن عوله بأنه يوحى إليه بأن الله تعالى قد أنزل عليه القرآن فقال لسودة بعد أن خرج منه الوحو قال ليس عليكن حرج إذا خرجتم في قضاء حوائجكم وأنتم متسترات هذا هو الحل هذا هو الدين إخواني طيب شو تساوي بحالة لبست حجاب وطلعت والناس عرفوها طيب شو تساوي ضل في البيت لا فقال إذا كان لي حاجة لضرورة وأنت ترتدينا الحجاب ومتأدبة بآدام الإسلام فلا حرج من ذلك طيب وغض البصر بس معروفة يعني ولو كانت ناصحة يعني الآن لو مثلا واحد منا يمشي مثلا مع زوجتي فرأاه الناس يعرفون أن هذه زوجة فلان لو لبست حجاب بعد ذلك ومرت يعرفون أنها زوجة طيب شو تساوي شو الحل بعد ذلك عاشت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنها كثير من الصحابة كعبد الله بن زبير الله تعالى عنها في خلافة عمر بن الخطى في السنة الثابعة والخمسين للهجرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلق زوجاتنا وبناتنا بأخلاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير اشهد أن يكون لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر